تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل تحت عنوان دور السلطة التشرعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمت عبر البث الإلكتروني المرئي ورشة عمل عنوانت ذاتها بدور السلطة التشرعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان عنوان يتضح جليا من خلاله تلك المساحة الوافية التي يحتلها مجال حقوق الإنسان في البنود والقوانين التي يضمها دستور مملكة البحرين وسلطة تشرعية تنظر بعين الأهمية بحتمية تعزيز صور هذا المجال في المجتمع وترسيخه كثقافة وفكر وممارسة لقد شكلت منظومة حقوق الإنسان المرجع الأساسي لكل المساعي الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة ومصدرا دائما للتطوير التشريعي ومواءمة القوانين الوطنية بالمعاهدات والمواثيق الدولية وهو ما كنا ولازلنا وسنبقى نحرص على جعله بكيزة أساسية لعملنا في السلطة التشريعية لذلك يحظى ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة تتميز مقاربة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بعدم الاكتفاء بإصدار التشريعات ومواكبة أرقى المعايير الدولية بشأنها فحسب بل تم رفض هذه المنظومة وتعزيزها بشبكة من المؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية والتي تكفل الحماية الفعلية لهذه الحقوق ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتضلمات والتي تعمل كلها في كنف التكامل والتغافر الجهود للارتقاء بواقع حقوق الإنسان إلى أرحب الآفاق إن مملكة البحرين لتفخر اليوم بما حققته في مجال حقوق الإنسان ابتداء من المنظومة التشريعية المتطورة وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء الأمانة العامة للتضلمات وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح وأقرار قانون العقوبات البديلة وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وانضمامها مؤخرا إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تسعى وزارة الخارجية جاهدة لأن تسهم من خلال هذا المجلس في تعزيز وإبراز جهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان تنفيذ لالتزاماتها الدولية بحماية تلك الحقوق في رصيد مملكة البحرين إنجازات دولية في مجال حقوق الإنسان ونجاحات عديدة أخرى على صعيد عمل مؤسساتها الرسمية التي أصرت على أن يكون لخطواتها الأثر الواضح على سلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في مناح الحياة كافة تأتي هذه الورشة مهمة جدا لاقتراح تقدم فيه المجلس كان في الدور الأول بوضع استراتيجية لحقوق الإنسان مشكورة وزارة الخارجية اليوم عملت هذه الورشة حتى تأخذ آراء ساد النواب في هذا الجانب نحن في مجلس النواب نولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان كافة المشاريع بقوانين أو الاقتراحات بقوانين التي لدينا دائما ما نربطها بالاتفاقيات الدولية وعدم مخالفتها لأي أمر متعلق بحقوق الإنسان اليوم دور نتا كاملي نصير على خطى هذا المشروع الإصلاحي الكبير واللي شهد لها القاصي والداني اليوم في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين لا شك أن التشريعات الموجودة في مملكة البحرين شهدت لها كافة المنظمات يمكن الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمطبقة على أرض الواقع في مملكة البحرين طبعا دورنا نحن يكون عندنا ملف حقوق الإنسان ملف متطور ملف يتماشى مع المعايير الدولية مع الجهود الدولية في دعم هذا الملف مثل ما قلت لك جالة الملك يقود هذه الملف بشكل الحمد لله وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في موضوع حقوق الإنسان هذه الورشة والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان من المتوقع أن تخرج بباقة من الرؤى والتوصيات التي تقرب المسافة أكثر من إعداد أنجع الخطة الوطنية الهادفة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات